اشتركوا في القناة وبعد كده شفنا ابوي الفلسفة الحديثة بيكون وديكارت وبعدين اتكلمنا عن جون لوك وسبينوزا وهيوم يعني الشلة الانجليزية والشلة القرية الشلة الانجليزية كان هيوم اشعرنا الى هوبز ايضا وبركلي ومعهم جون لوك وفي الناحية التانية في الفلسفة القرية كان طبعا ديكارت اولا قلناها ثم سبينوزا وليبينز ومالبرانش كمان يعني الترتيب كده مالبرانش سبينوزا وليبينز وبعدين جينا بقى قمة الفلسفة الغربية او العالمية لان الفلسفة الغربية اصبحت نتيجة سيادة الحضارة الغربية وانها الحضارة السائدة هي الفلسفة ايه الانسانية الاولى وورشت كل ما سبق من الفلسفات مختلفة بداية من الارس اليوناني وروماني ثم العربي الاسلامي ثم المسيحي الوسيط في العصول الوسطى جاء الكله ده تجمع بقى وصب عند عم كانت حاول يعمل توفيقات كثيرة بين اللهوت والسياسة بين اللهوت والعلم بين الواقعيين والعقلانيين اللي هما بعد كده حنسموا بقى يعني العقلانية المثالية بقى المثاليين اللي حنتكلم عليهم النهاردة المثالية الألمانية المثالية الألمانية تولدت ليش تولداً فكرية يعني احنا هنشوف ونحن بتتكلم احنا هنحاول نعمل نظرة كده ايه عامة يمكن من مفيد عشان الاستاذ او الدكتور مصباح يعني كلية زراعة فيسأل عن منهج المحاضرات وكده ان انا يعني في العرضي للأفكار الفلسفية عملنا سلسلة في صالون زمرة في الأسكندرية وكانت زي كده ايه يعني جارية سريعة على الفلسفة الفلسفة اليمنانية والوسيطة والإسلامية والفلسفة الحديثة وكنا قبل كده مع أستاذنا الدكتور مراد واهبة عملنا عرض ايضاً لكتابه في حضوره ومسجل صوتية اللي ممكن لعلنا نرفعه في وقت ملوات كنت انا يعني اشرح الكتاب وهو ايه يعمل تعليقات وتصحيحات وكانت فيها كنت سامر معانا اياميا والان قلنا نعمل عرض سريع للفلسفة الغربية او الفلسفة العامة بشكل عامة من خلال رموزها حتى نوصل للفلسفة المعصرة ونشوف ازاي الأفكار بتتولد بعضها من بعض والعرض يعني فيه ناس تقول لي عم انت يعني فيه ناس من اللي بيبعثوا لنا يقولون انتوا بتجعلصوا المسائل والعملية صعبة وفيه ناس يقولوا ده فيه تبسيط وبين التبسيط والتعقيد يعني تطير الرقاب اشكالات ضخمة فاحنا المفروض بعد ما تخلص السلسلة يعني لو فيه فرصة حنعمل عرض الافكار رئيسية يعني هاعتر بقى طبعا هاكون متحيز للناس اللي أنا بحبهم او الناس اللي أنا يعني مقتنع بافكارهم اكثر فمسلا نقض العقل المحدة حنتم عرضه بشكل اكثر تفصيليا وبعد كتب دي كارت وايضا طبعا بقى فتجنشتاين ورسل والمدرسة الانجليزية اللي أنا يعني معجب بيها نوعا ما النهاردة حنتكلم على مين على الجماعة المثاليين الألمان المثالية الألمانية معروفة لكن المثالية يعني ايه مثالية احنا قولها قبل كده وحنا بتتكلم يعني ده يمكن ان احنا نخش في موضوع المثالية إلا ما ننشير العم المثاليين وأبوهم جميعا وهو مين أفلاطون المثالية بيسموها الواقعية بمعنى يعني ايه مثال المثال بالبلد كده هو حاجة يعني ممكن تقول زي فكرة او ايقونة او نموذج او ان افلاطون قال ان الحق اللي هي بيسموها المذهب الواقعي الواقعي غير واقعية في الفلسفة الواقعية اللي هي في المفاهيم ان كل مفهوم زي مثلا مفهوم الجمال موجود في عالم المثل مفهوم العدل موجود في عالم المثل ومفهوم الحق ايضا موجود في عالم المثل وجود حقيقي وأن الإنسان يعني ما فيش حاجة اسمها إنسان في الواقع يعني فيه أحمد فيه جون فيه شادي فيه إيمان وهكذا لكن ما فيش واحد اسمه إنسان يعني إلا مثلا أحمد إنسان فلان إنسان فلان إنسان عمر إنسان وخبالك وهكذا لكن ما فيش إنسان مجرد من كل الصفات من شكل اللون البتاع يعني الجنس كل الحاجات دي ما فيش إنسان مجرد لأ الإنسان مجرد موجود فين في عالم المصر وعمل المثال زريف جدا أفلاطون قال ودي حول لعبة الوعي وهي أن أنت لما بتشوف الحاجات ده هيت الناس كلها الناس العاديين كده اللي زي حالتنا الغلابة لما بشوفوا أي حاجة بشوفها مشوعة زي مثال المثال مشروع جدا في الفلسفة في أحد المحاورات بتاعة أفلاطون وهو المثال إيه الكهف قال لك إحنا زي الناس دي زي الناس كده متعلقة مربوطة كده من إيديها على حطان وفي ناس فوق الناس عملا تجي وقعها جاهية وبتاعبش ويشوفوا خيالات هذه الناس أو هؤلاء الناس على الحيطة اللي قدامهم فالخيالات ده هو الواقع اللي انتوا بتشوفوه طب المصر فين؟ الحقيقة هي اللي فوقه طب مين اللي حيشوف المصر؟ أنا؟ الفيلسوف يعني هو أفلاطون يعني أنا مش أنا أفلاطون والناس اللي هو حيفك نفسه ويطلع طب لما هيطلع فوق الدول فؤالي دهوت وحيشوف الصور الحقيقية هينزي ليجي وصوفها لكم أقول لك يا جماعة أستاذة حنان كذا أنا شفت كذا يا أستاذ حازم أنا شفت كذا وكذا أقول لي يا عم انت مكنون انت بتضحك علينا ما انتم ما شفتوش فلما هوصف لكم الحصان مثلا اللي انتوا شفتوه اللي هو الحصان اللي فعله من المزول وخديب بالكم فده مثال الكهف كده يعني بتبسيطه وموجود بقاطع له وفيديوهات على اليوتيوب يعني حتى بشكل تمثيلي وجاجل بيتفك وبيطلع يبص ومش عارفين فينزل يتكلم الناس يقولوني عم انت ايه بتخرفوا ده احنا عارفين الحصان مثلا بربع بخمس رجلين ويعني نتيجة الخيالات اللي هم شايفينها وكذا يعني ايه بقى فلوسوف مثالي فلوسوف مثالي فيه خمس حاجات اساسية فيه او يعني نقول كده اللي قدرنا عليه الواحد كده بتتكلم اول حاجة اللي هو يقول باولية العقل بان جوهر العالم ده هوت ايه هو الفكر او الفكر افكار معينة و و موقفه لنقطة تانية من الحواس موقف المكتب والشاك يقول لك يا عم الحواس دي مش مضمونة كلام بقى لليكارت كلام جتير وكان حتى افلاطون ان التأمر العقلي والتفكير العقلي المحت اللي انتقده كانت في المجلة اللي فاتت وانحنا بنتكلم وكانت ده هيبقى له معانا صوالات وجوالات بعدين يعني انه ويعني عمل له ثلاث محضرات يعني ان كان في فوصة فعم كانت هو عمل حاجة عشان يعني يعمل زي توليفة او توفيقة تلتقي فيها الفلسفة الواقعية مع الفلسفة المثالية سموها الواقعية النقدية او سموها المثالية النقدية ايضا يعني فيه ناس يقول لك كانت المثالي هو نقدي او واقعي نقدي وكلام اللي قلناه المغالفات مش هنعيده فكانت عمل ايه عمل حل من وجهة نظره لهذه الاشكاليات الفلسفية جاه بعدين بقى الالمان الالمان يعني نكمل بس بقية العناصر اللي هو اللي قلنا ان الفكر هو المقدم على المادة ان لهذا العالم جوهر ان الحواس يغتاب فيها ان التأمل العقلي نستطيع من خلاله ان نصل الى اليقين ودي نقطة مهمة يعني نقطة مهمة وان كان يعني كانت طبعا كانت هوي طبعا جقص على السلم النسبية يعني في مسألة اليقين ومسألة النسبية وكده لكن عند هيجل لا عند هيجل وشيلنج وفختة فيه ايه يعني فيه نسبة عالية من اليقين المثالي التقليدي يعني السابق ده يقين افلاطون افلاطون كان يقيني ما كانش من الناس اللي بيقولوا بالنسبة المعرفة زي مثلا غيرهم فالافكار دي كلها موجودة يعني حتى الافكار اللي قلتها ده هي كلها موجودة ما لسه بقى لا فيه هاجل ولا فيه شيلنج ولا فيه فختة ولا فيه حاجة قبل ما ندخل في الموضوع بتاع المثاليين الالمان نقول لماذا كان الالمان مثاليين او لماذا ولدت المثالية بهذا الشكل في المانيا بهذا الشكل المركب والمعبط ليه السؤال ده سأله ديونت في كتابه قصة الفلسفة وسأله ايضا رسل في كتاب تاريخ الفلسفة الغربية وفي حكمة الغرب ويعني حاولوا يجاو اشكال المانيا انها مفككة دولة اخر دولة متخلفة في الكلام ده هم نتكلم في القرن ايه التمنتاشر يعني الفرنسويين او الانجليز او بعض دول اوروبا الاخرى اكثر تقدما منهم بمراحل فالالمانيا عيني غلابة حتى لما جالهم حاكم ابن حلال يعني او كويس وبعض الفلسفة الفرنسيين يعني خطب ورده وبعضهم اتخانق معاه اللي هو اسمه فردريك الاكبر كان الراجل الاصلاحي يريد ان يصنع حداثة وكذا لكن ما عملش حداثة في المجتمع الاقمالي نفسه عمل ايه الراجل اللي هو فردريك كفاندي الاكبر او ملك يعني فردريك الاكبر عمل حاجة بسيطة جدا وهي ايه انه هو اقرب المثقفين وبدأ يبعت للناس كله ما يسمع انه فيه مثقف اتنحلال كده يجيبوا يديموا حضرات وممكن يديلوا قرشين حلوين يعني وحاجات زي كده فاصبح حاجة شبيهة كده ببلاد الخلفاء والسلاطين والملوك اللي بيجمعوا فيه المفكرين والزرافاء والشعراء لكن هذا لم يؤثر في بداية المجتمع الالماني المجتمع الالماني كان فيه اشكالات ايه ضخمة كان فيه افكار خرافية ما قبل النموذج الحداسي يعني الفرنسويين والالمان والانجليز متطورين عليهم كتير كان مازال في شرق المانيا او يعني بروسيا تحديدا اللي هي فيها فردريك الأكبر بتاع الحداسة ما فيهش حداسة على مستوى لا السياسي لا الاجتماعي لا الاقتصادي لا البناء البناء العلمية والصناعية ما فيهش الى هذه اللحظة في المانيا وكان فيه لسه عبيد فيه بروسيا وجهل شديد يعني كل الحاجات التي ممكن ايه تتخيلوها يعني وكأن المانيا ما زالت لسه فين في العصور الوسطى في هذه اللحظة وكان فيه طيارات دينية قوية جدا طيارات كلها اصولية بروتستانتية من خلفية بروتستانتية اللي هي امتدالات او يعني فيضانات ما بعده مارتن لوثر مارتن لوثر عفين مش هنحكي القصة يعني بالتفاصيل لكن باختصار ان مارتن لوثر يعني كان احد ارموز للاصلاح الديني في الكرن الخمستاشر والستاشر وانقسمت المانيا في حروب دينية حرب بثلاثين عام وحرب مش عارف كام عام بين المذهب الكاسوليكي والمذهب البرتستانتي الكاسوليكي اللي هو المذهب المجمع الاساسي اللي عليه البابا بتاع رومه والفاتيكان والجامعة التانيين دولا يعني اللي هم المعتردين كوتستانتي يعني المعترد المعتردين اللي هو كان في سويسرا اللي هو كيلفن وكان لوسر وفي اخرين لكن لوسر لمواجهته مع البابا وكذا وهرب فترة وبعد كده جمب بعض الامراء نتيجة مصالح معينة يعني كانت المسألة انتصار الاصلاح الديني مش نتيجة قوة افكاره بقدر ما كانت هي ايه صراع على السلطة والنفوذ والقوة بين الرومة وبين الشلة بتاعة الاخطاعيين والامراء المختلفين وبعضهم بقى اخذ جنب البابا المصالح ايضا يعني التسعين في المائة منهم لمصالح ايه لا دينية يعني مصالح يا سياسية يا اقتصادية كده يعني بس استفاد منها الدينيين في انه هم بقى كذا هزا تيجي التنقلات كلها ببولة فين صحيح معاينا كل رحلة التنقضات موجودة داخل المجتمع الالماني تناقض افكار حدثية مثقفين يأتي ويأتي ويأتي المجتمع الواقع احنا عدين في الوضو هنا نتكلم في والناس بجا لسه يتكلمون في بولة البعية مثلا ونحن عدين هنا نتكلم في غزو الفضاء مثلا يبتون خيرين فلما ستنزل في الشارع الناس ستقول هذا مجنون وانت ستقول علوم مجانين سيبقى نوع من الجدل والتناقض والإشكال ايضا المزاهب الدينية المختلفة ايضا الطوفان اول ثورة تحصل في تاريخ الانسان ثورة 1789 ثورة فرنسية وافكار التنويل الفرنسي عصر الانوار فولتير جانجاكروسو مونتسكيو الاخ كوندرسير الاخ من أسامي اللي انتو كلكم عارفان أو معظم فكل هذه الأفكار بيقولوا طائرة في الهواء في المجال العام والناس قاعدة مش عارفة ايه يا رب ايه اللي بيحصل ولا كذا يعني فيه اشكالات ضخمة كوندرس قدم الإجابة الاولى لمحاولة الإجابة لو لا كوندرس ما كانت المثالية الألمانية يعني كوندرس بعضهم يقول أن هيجل العمود المثالية الألمانية حتى احنا فيه المثالية الألمانية وممكن نعمل محاضرة تانية عن هيجل والهيجلية يعني زي ما فيه كونت وبعد كده النيو كونتزم اللي هي الكانتية الجديدة وفي يعني الواقعية النقدية يدائية والمثالية النقدية أخذت مسارات مختلفة ممكن حنا نتتباحها نسبيا ونحنا بنتكلم في المستقبل لكن أحد الإفرازات الكانتية الأساسية كان تنميس كونت اللي تقابل معاها شخصيا فيختة وأيضا الأخ هيجل وشيلينج وبعد كونت بدأ يحصل التحول أساسي في الفلسفة تحول الفيلسوف الموظف الفيلسوف المدرس الفيلسوف الأكاديمي قبل كونت يعني بيكون كان سياسي لوك كان شغال أيضا في وظائف وبتاعه يعني كان طبيب فترة جون لوك بيركلي أسيس ديكارت يعني شتغل في التجارة وفي الجيش شوية ولف هنا وهنا اسمه دوت سبينوزا كان بيعمل إيه عدسات وإنه 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 نحن نحن وإنه وإنه كان مهارتق وإنه وإنه جماعات اليهودية بإيه بالهارتق فكانت الفلسفة حرة حرة بمعنى إنها ملهاش إيه مش وظيفة يعني مفيش واحد وظيفته إيه فيلسوف كلها أنا قاعدة أتفلسف كده على البحر في سكندريا براحتي وأقول كلام الناس بقى بعديها إيه يعجبوا يعجبوا أو ما يعجبوش إيه ده بيفهم ده عظيم جدا ده عبقري عبقرينه وناس يقول ده إيه ده الكلام الفاضي اللي كده ده ملوش لازمة يا عم فكك منه أو يعني سيبك منه نفس الشي كانت إيه القصة كده وملاحظة تانية هامة جدا إن بإستمرار كانت الفلسفة السائدة في المعاهد والأكاديميا كانت منفكة ومنفصلة عن إيه الأفكار الفلسفية في العصر يعني في عصر بيكون وديكارت بيكون وديكارت كانت الفلسفة السائدة التي تدرس في أكسفورد وفي الجماعات هي الفلسفة المدرسية ومبعدهم هكذا حتى يعني في عصر هيجل وكانت كانت المدارس للحاجات يدرس فلسفة ما قبل كانت وهيجل وكانت وهيجل كانت أفكار لسه طلع جديدة ليس لها اسمه قبول في الأكاديميا لكن لأول مرة صور طيب والله لأول مرة لأول مرة يحصل أن موظف وشغال مدرس بياخد أخر مرتب أخر الشهر وفي نفس الوقت فيلسوف وفيلسوف يعني من العجم الثقيل يعني فكريا زي كانت زي بعده بقى يعني هاجل وشيلينج وغيره اللحظة ده أيضا حصل في ألمانيا حاجة شديدة طبعا احنا قلنا التنوير وقلنا المسيحية وقلنا كل الكلام ده وتحصل حاجة بقى شديدة جدا وهي ايه وهي ان نابليون السور الفرنسي انحرفت على المصار وبيسموها الفلول هناك والانحراف عن المصار السور التقليدي بأشكال مستويات مختلفة يعني الجانجاح الديمقراطي مع الجناح الراديكالي الاستبدادي والجناح العسكري مع الجناح المدني والجناح داخل كل داخل السور الفرنسي وبعد كده عودت قصة البربون مرة أخرى بعد هزيمة نابليون الهزيمة النكراء في ووترلو على ايد الانجليز وغيره لكن في سنة 1808 في مقازون أو سنة سبعة في مقازون حصلت موقعة شهيرة جدا الموقعة هزيمة ألمانيا واكتياح نابليون من ألمانيا في مقراطة يينا ومعظم أو يعني ممكن نقول كل يعني أو معظم التنويريين الألمان كانوا متحمسين لنابليون وأنه هو تنظف البلد عندنا ما ينما هو ضد الفكة الوطنية والقومية لأن الفكرة الدولة القومية لن تنشأ في ألمانيا إلا مع المثالية الألمانية فارتبطت المثالية الألمانية في الميلاد بشهادة الميلاد كده لتنتوأم يعني القومية الألمانية مع المثالية الألمانية نشأوا سويا المثالية ألمانية قابلها بسنة لكن سرعانا ما بدأت يحصل يعني فكّوا ترقيب ويحصل الالتحام حتى ممكن بعض الناس يفسروا أن التطور لهتلر بعد 150 سنة أو 140 سنة من الفترة التي نتكلم عليها كان هو تطوير الأفكار القومية الألمانية وكانت الأفكار اللي هي النازية كامنة في الفلسفة المثالية الألمانية طبعاً هو بعد كده نيتشا متهم أيضاً وقصة أخرى لما نأتي نيتشا طبعاً هنتكلم عن النازية لأن نيتشا أكتر واحد متهم بقصة أكتر من هيجل وغيره المهم الحرب تهيئة لما حصلت ونابليون بتاح ألمانيا وانتصر راحوا الجماعة اللي هم المثالين الألمان دولا أو يعني تحديداً هيجل رحب الموضوع جداً وقال لك يا الله يا عم خليك تنضف من هؤلاء النظر المتخلفة لكن السرعة وهو في اللحظة دي هيجل كتب كتب كتابه الأشهر وهو كتاب ظاهريات الروح طبعاً نقول له عدة تجيب تكسيد الفكر وظاهريات الروح وهو إيه؟ وفي المنولوجيا الروح كل دي هزيه إيه كلام والكلام ده هوت يعني لو لا كانت ما كان فختة ولا كان شيلينج ولا كان مين؟ هيجل يعني كانت مقدمة أساسية زي بالضبط بالنسبة لكانت مين المقدمة الأساسية لقلنا في المرة اللي فاتت؟ هيوم وجان جاك رسو بالنسبة لهيجل الأساس كمين الفكر الكانتي وتقسيم الكانتي بتاعة الواقع وهي فكرة إن فيه الواقع وظاهر الواقع يعني من الواقع كما هو لا أحد يدركه الواقع كما هو لا أحد يدركه لكن الواقع إيه؟ أنت بتدركه من خلال الوعي وكان ده إشكال كبير جداً في الفلسفة من قبل كانت تحت من أيام الفاهيمة البشرية نتكلمنا عليها لما كنا بنتكلم على سواء كان لك أو كان هيوم وما زال الموضوع على فكرة في الفلسفة حتى اليوم وهي طبعاً الآن العلوم الحديثة وهذا يفكرنا بعمنا بأمين اللي نتكلم عليه في مستقبلاً يعني والحل التانية أو الآيانية التانية فيها أشباه العلوم والآيانية التالتة فيها إيه؟ العلوم الحقي وطبعاً وهو تقسيمة أخرى بس بغض النظر يعني التقسيمة تعترسل دي زريفة فاللي هي إيه؟ إن حاجات كتير جداً في الواقع دلوقتي فهم تركيب العقل البشري تشريح المخ الحاجات دي بدأت تخش في الاستيبولوجي تداخل بين إيه وإيه؟ تداخل بين الفكر الفلسافي العادي وبين العلم التجريبي في بالذات في طريقة إحنا إزاي بنفهم إحنا إزاي بنشوف إحنا إزاي بنشوف الألوان إحنا إزاي يعني أهم عضو في كل حاجة في الحياة هو إيه بالنسبة للإنسان؟ في الأكل في تنظيم ضربات القلب في الجنس في كل حاجة أهم عضو هو العقل هو اللي بيدي الأوامر هو اللي بيتحكم في بقية الأعضاء هو اللي بيفرز الهرمونات أو بيدي الأوامر بيفرز الهرمونات فهو الأساس يعني في في أي وظيفة سواء كانت فكرية أو فيسيولوجية أو غيره أو حتى يعني مشاعرية كده وظيفة أقول قصيدة شاعر ما هيبقى من خلال العقل والوجدان اللي هو داخل العقل المهم أو حتى فبدأت الفلسفة كل شوية بيفكروا نحن كيف نفكر؟ نحن كيف نفكر؟ ده كانت طبعاً إجابات مختلفة ولعل يعني أن هيجل من أهم الأشياء اللي عملها يعني في بعض المؤرخ الفلسفة يقولوا عليها أي أهم من الاتنين التانين يعني من فختة وهو لو قلنا بالترتيب كده بنحيس تاريخ الوفاء فختة أولا أو فشتة ساعة يسموه يعني عشان الألمان بيعندهم خاه وشين مش موجودة عند الإنجليز بساعة يقولوا بالشين وصاعة يولو بالخاه وبعدي هيجل ده الأولاني مات في سنة 14 1814 والتاني مات سنة 31 أظن أو 33 وأخيرهم وفاة وهم متقاربين في العمر يعني بينهم سنوات بسيطة لأن فيه ختمات حاجة وخمسين سنة هيجل مات واحد وستين وأخونا شيرينج مات 79 يعني حوالي 80 سنة قعد يعني تقريبا 89 سنة هو أكسرهم يعني تعميرا وكانت في مجموعة من المثقفين في المجتمع الألماني المحوى الأساسي عندهم بالأغلبية رومانتيكيين أشهرهم شعر ألمانيا الكبير يعني غيره كمان غلدرينج وفيه كمان اسمه ايه صديق هيجل اللي هيجل استلف منه فلوس كمان فترة جوتا اللي هو عنده المعهد الألماني هنا مستسمي على اسمه بتاعي أنه هو يعتبر أكبر أديب في الثقافة الألمانية جوتا كان له أفكار فلسفية يعني هل نجيب محفوظ يعني لقلنا ليس فليسوفا هل تشيكسبير وديكنز يعني فيه أفكار فولتير فيه أفكار فلسفية لكنه ليس فليسوف المعنى التقليدي النسقي اللي تتكلم فيه في روع الفلسفة التلاتة الرئيسية أخديم بالكم لكن الأدب حتى فيه كتاب لطيف بيقول أن الأدب هو يعني الأدب مفعن بالفلسفة وطبعا بيختلف بمستوى الأديب يعني بقدر ما كان الأديب مثقف ومطلع وكذا بيكون الأدب بنفس الشكل المهم بس طلعتنا من الأدب اللي نجع لعم هيجل هيجل أهم حاجة قالها هيجل بها يعني من ضمن الأشياء المهمة التي تتفعلها هيجل وهو أنه عمل حاجة ما يسمى بفلسفة الفلسفة بأنه بدأ يعرض بشروعه المثالي وهو هيجل يسمى يعني المثالية الألمانية تنقصب لأنواع وكما أن الواقعية أنواع فأن المثاليات أنواع مختلفة إختة مثلا يسموه المثالية الذاتية هيجل المثالية المطلقة شيلينج المثالية الموضوعية يعني نقول كده باختصار أن هيجل بيقول الفكر هو الأساس وما هو فكري هو واقعي وما هو واقعي هو فكري والواقع مختلف عنده عن التجربة زيه وزي كونت بس طبعا هو أكثر تطرفا ضد التجربة من كونت التجربة اللي هو المعرفة لإيه؟ الحسية كونت عنده معرفة حسية لها ظهر معين في النسخ الكونتي عند هيجل لقدي في أسفل أسافلين وحنشوف ونحن بنتكلم عند عم فختة هنجد أن الفلسفة كلها نابعة من إين؟ من الذات الذات العريفة نفسها هي التي تصدر الفلسفة لكن عند هجل في مطلق المطلق بتطلع منه بقى كل الأفكار الفلسفية اللي هيجالية حنشوف المطلق اللي هيجالي كمان شوية اللي عند فيه اختاق اللي هو إيه؟ الذات العريفة وعند شيلينج الكصة كلها حاجة شبيهة بقى فلاتون شوية مع اختلاف وهو إن إيه؟ إن كل حاجة طلعة منين؟ طلعة من عالم شبيه ومحاكي صادق على الوجود الإنساني الكصة دي كلها فيه عالم من الأفكار أو المجردات وكده حاجة شبيهة بإيه؟ شبيهة بكلام عم مين؟ أفلاتون في العالم المسل والحصان والحكاية الكهف والقصة دي حاجة شبيهة عند مين؟ عند شريك طبعا أكثر التلاتة تأثيرا في هذا السلاسي هو مين؟ هاجل هاجل بعديد يعني بعد هاجل زي ما كانت بنا في الفيسبوك لم يوجد فيلسوف بالذات في قرونة 19 إلا وتجادلة معه مثل ومثل كانت تقريبا وإن كان طبعا كانت أكثر أهميا وأيضا يعني بيقولوا سامت عام في الفلسفة الألمانية زي ما قلنا سامت عام اللي هو التحول الأكاديمي للمفلالسفة فليسوف كان قبل كده يعني تكون كتوض معه القهوة يعني ديدرو جانجاكروسو مش عارف إيه وقبليهم كذا يعني في وظائف أخرى والفلسفة بالنسبة لهم ممكن نقول هواية مش احتراف واللغة بتاعتهم لغة جميلة ومفهومة بينما اللغة بتاعت من أول كرانتون تجاي بقى كده حتلاقيها لغة إيه مركبة يمكن هنا شبيهة شوية من الفلسفة اللي هو يعني ما مش هو هو بالمعنى هو أصل انهم مش لها مش بشتغل بالفلسفة يعني كدكتور في الجامعة أو كمدرس فلسفة سبينوزا سبينوزا في كتابه رسالة في الأخلاق عمل أشكال هندسية وعمل قصدي يعني بطريقة عارض الأفكار بتاعته بطريقة رياضية فيها شيء من الصعوبة والتجريد اللي مش موجود في الكتب الأخرى حتى على سبينوزا نفسه في اللهوت والسياسة كتاب ظريف أي حد ممكن يقرأه ويفهمه وسالس جدا 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 عند المجموعة بقى دي هنجد اللغة مهولة صعبة صعبة جدا يعني وحتى قلت المرة اللي فاتت في كانت وأيضا في هيجل أنه اللي بيحاول يقرأ بيحاول يجيب كتبه فين باللغة تانية درجة أن فيه طبعات يعني واحد صديقي جابها طبعة لكتاب الكتب بالفلسفة الألمانية يكتبوا صفحة بالإنجليزي وصفحة بإيه مش بالعربي صفحة بالإنجليزي وصفحة بالألماني بحيث الطالب يعني يعني يقرأ ويحيش أكن الإنجليزي لو أنت تاعف اللغتين لو أنا ألماني ووقع في الإنجليزي أكن الإنجليزي بالنسبة لي شرح للكلام المكتوب بالألماني والفلسفة الألمانية تعتبر يعني حين قلنا لايبنت قبل كده ما يعتبرش فلسف ألماني أولا هو ما قبل القومية الألمانية بالشكل التقليدي يعني هو ينتمي أكثر للإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان أصلا كتاباته معظمها يابر لاتيني وباللغة الفرنسية زي هو زي أستاذو يعني أستاذو أستاذ بقى أستاذ سبينوزا اللي هو ديكارت هنا كله بيكتب بالألباني لغة حلوة كده ومجلسة وصعبة ضجت أنه فيختة وهي منصوبة كلمة للإثنين يعني ما حققتش أنا أنه فيهم اللي قالها بالتحديد تلك المنصوبة للإثنين وفيه ناس يقول أنها أصح أنها الفختة وهو أن أنا لما كتبت الكتاب بتاعي ده هوت يا جماعة يعني ما أظنش في حد يفهمه إلا ممكن يعني في ألمانيا لي كلها واحد والواحد ده عنده صعوبات في الفهم أيضا يعني تخيلين كلمة فيها شيء من من الجعلصة يعني حتى رسل يقول رسل طبعا نحن قلنا أن الفترة التأثير التأثير بالمثالية الألمانية كانت حتى مازال إلى الآن لكن انحصر نوعا التأثيرات للمثالية الألمانية وحتى للهيجلية في الدوائر الفلسفية وتطورت بأشكال مختلفة فهنجد أن مثلا عند هيجل يعني طبعا نحن عارفين بعديه جاء اليساري الهيجلي واليمين الهيجلي وفيه تجليات مختلفة تجليات مختلفة لهيجل في التاريخ الفلسفي التجلي ديني عند كيكي جور اللي هو الوجودية المؤمنة أول اللي يعتبر أول فيلسوف وجودي للاهتمام كل المدرسة المثالية بفكرة الحرية وإن كان الحرية زي ما حنشوف يعني مكادش ولابد مش حرية اللي فاهمنا في المذهب الليبرالي التقليدي يعني حتى الليبرالي اللي هو التقليد القديم مش الليبرالية الحديثة الليبرالية بتاعت جون لوك وكذا لا الحرية عندهم كانت مختلفة لكنها كانت هي بيسموها زي عودة كابريت أو الإشارة السبارك يعني اللي عمل المذاهب الوجودية المذاهب الوجودية القيمة الرئيسية فيها قيمة الحرية التي هي تحدد ما هي نحن عارفين قصة الما هي والوجود وانا ما هي سابقة ولا الوجود سابقة على ما هي أن المدارس الوجودية كلها بتقول أن الوجود عشان كسموها المدارس الوجودية الموجود سابق على ما هي يعني بالبلد كده أن يعني يعني هناك مثال عامل فيديو عن المهية والزغير كده خمس دقائية أو أقل يعني مثلا لو فيه مصطرة بالبلد كده لو فيه لكن لو استخدمت هذا الميكروفون كأداة للقياس فأنا كسوت الميكروفون بما هي جديدة ما هي يعني زي وظيفة أو ما هي الشيء التي يتحقق بها الشيء فأنا جعلت الميكروفون أداة للقياس وهو الميكروفون يتعمل له عشان هو موجود قبل فكرة القياس فاهمين الفرق يعني بينما المسطرة فكرة القياس موجودة الأول وبعد ذلك عملنا يعني المسطرة لكن في العكس هو في الميكروفون الميكروفون معمولة عشان حاجاتها فأنا جبتوا واحدة عامل منه وسائلة مثلا أقيس حجم الكوبة فالحرية طلع منها الأفكار الوجودية طبعا طلع أيضا بقى الحاد الحاد العلمي لأول مرة قبل كده كان فيه ربوبيين وهم انتخذوا الديانة المسيحية وقالوا بالهو لا دينيين يعني قالوا الأديان كلها أديان بشرية فولتير وجان جاك روسو وشيلر دي كلها فكرة الدين الطبيعي وكده وبتاع البقيين كلهم ما فيش يعني ملحدين أو حتى يختلفهم على ديدرو وهولباخ وكده وكان هم صرحوا بأشياء من الإلحاد إلا أنهم يعني بعضهم قالوا لأكتراسي ولأقدري ومعرف إيه لكن أول إلحاد علمي وكتب تؤلف بشكل يعني منهجي كان فيين في قرن التسعتاشر يعني إذا كان هو عصر ربوبية والدينية هو قرن التمنتاشر ألف سبعميات فالعصر الإلحاد هو قرن التسعتاشر وبعد كده يعني سيجي طبعا إحنا عارفين قبل كده في كوبرنيكوس ونيوتن ده في الخلفية الثقافية اللي موجودة حتى ونحن في ألمانيا دلوقتي في المثالية الألمانية سيجي بقى طبعا الداربرت خاضية داروين وبعده فرويد وكل دولا متأثرين من طبعا ما هذا داروين 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 يا رجل أقرب للعلم منه للفكر لكن السيكولوجي والحكاية الغريزة الجنسية وفكرة غريزة البقاء والكلام ده كله كله طالع منين؟ يعني عشان تفهم الساحة الألمانية فهما جيدا لابد أن تفهم كانت ثم هيجل عشان تفهم المطلق المطلق وتطور المطلق في الفكر والعكر الألماني اللي هو منطلق من كانت أولا ثم هيجل ثانيا يعني هو أهم الثلاثة من وجهة نظري طيب كانت قلنا لو لا ما كانش مين؟ ما كانش هيجل أيضا هيجل يقول بنفسه يعني زي ما كانت هو عنده اثنين نحن قلنا وصوه هيوم هيجل يقول أنا الأساسيين في تكوين الفكر والثقافي طبعا كانت مش محتاجين نصرح به سبينوزا يعني لا يفهم الفلسفة حق الفهم بلا بيقرأ سبينوزا هيجل يقول كده بالنص وهيجل في طريق تأليفه هو يعني يقوله شبيب أرستو يعني في معظم كتاباته يعني هو لم يؤلف في حياته إلا أربع كتب أساسية اللي هو كتاب بتاع فلسفة الحق وكتاب عن القانون والموسوعة الفلسفية وكتاب فيه طبعا الكتاب الأشهر اللي هو ايه فوميولوجيا الروح أو ظاهريات الروح أو الأسامي التجامات المختلفة الكسيرة الأربعة دولة لكن طيب أربعة كتب هون كام بعضهم ضخن وبعضهم متوسط للحق طب كام كتاب بقى دلوقتي موجود لهجل في المكتبة الألمانية 30 مجلد 30 كتاب ضخن طب الكتب يجابوها منين محضرات هيجل معظم أعمال هيجل فلسفة الدين فلسفة التاريخ فلسفة محاضرات القيادة بعضها مذكرات هو كان عاملها قبل المحاضرة يعني زي فوت نوتس ومسودة للكلام اللي حيقوله للناس وبعضها مدونات عملها تلميذو بالضبط زي أريستو أريستو يعني قال إنه له كتب بعضها يقوله كتشفه مش عارف إيه فتاة لكن كتب أريستو ايه معظم كتب أريستو اللي هي موجودة هي ما هي إلا محاضرات كانت في المدرسة بتاعته اللي يسموها المشيئي لما كانوا يتمشى مع الناس اللي هم تلمزته أو أصحابه أو كده ويتكلم والحاجات ديت تم تدوينها وتم جمعها بعد كده في التاريخ اليوناني نفس الشيء هيجل اللي قلنا يعني لو قلنا مثلا أربعة قدام تلاتين يعني حاجة ضخمة جدا من الأفكار أيضا هيجل في الأول خالص لما بدأ كان ذو طبيعة صوفية حتى غسل يقول إنه لم يتخلص من صوفيته أبدا هيجل ويقول إن بدأ ناقم على ديادة المسيحية يعني سوي غاديكالي يعني هيجل بدأ غاديكاليا وانتهى محافظا حتى التهم بأنه هو الفيلسوف الموظف يعني سموه كده الفيلسوف الموظف لإعلاقته بالسلطة وبعد ذلك نحن قلنا كان في الأول معاقل مابليون ضد الحكومة القومية في الآخر أصبح فلسفة تكرس الدولة بشكلها السلطوي يعني نخلي المطلق يحل في الدولة بشكل ما نشوف يعني ونحن نتكلم في وقت بقدر المستطاة يعني نغطي البنوراما التي نعملها عن المثالية الألمانية هيجل وهو بيتكلم في الأول مسك المسيح والعهد القديم بهدله بشكل قوي جدا بس بعد كده قطع الكتاب أو يعني مزقه الكتاب وبعد كده عمل الكتاب اسم حياة يسوع أو يعني موجود ما هتلاقوه موجود وهو يعني أخف وطأ من الكتاب اشتركوا في القناة